مرض السكر ممكن جداً يبقى انسيدياس، يبقى متلصص، يؤسد على الأسنان بشكل متلصص متلصص في الطب تعني من غير ما تشعر انت، من هل ما تاخد بالك تفاجأ بالكرسى في الآخر والتي يمكن أن تتجنبها هذه الكرسى ليفقد السنان الكامل أو بقى ضمار هائل في الأسنان كلها إذا كنت دائم الزيارة ودائم الاستشارة لمنظومة طب أسنان فاهمة تتعامل مع مريض السكر ومشاكل طب الأسنان في الزيارة النهاردة حوار مسير للغاية في المنطقة المحيطة بعالم الأسنان وأكيد هنتطرق للأسنان ونشوف الجزور وهنعيش مع خصص مسيرة جداً في واحدة من أمتى حلقتنا على الإطلاق مع واحدة من السوبرستار تهزي المجال اللي تسعيدني دائماً بحوارها الممتع وتبدع دائماً في حكاياتها النهاردة واحدة من حكاوي الدكتورة الأستاذ الدكتورة إسراء السعيد ضيفتي العزيزة اللي بتنوارني دائماً أهلاً بيك دكتورة إسراء أهلاً بيك دكتورة إسراء دائماً بحب الأعدم عليك أنت من الناس اللي بتحتمي بالبطنة يعني بحوارها زيكيرتي قوي ما شاء الله في علاقة وثيقة ما بين السكر وعنده كل طبعاً طبعاً وأمراض القلب وأمراض الكلا أمراض الكبد طبعاً في علاقة وثيقة ولازم الناس تبقى فهمة إن الموضوع دوت إن حاجة بتؤدي إلى حاجة يعني ليس لحد دلوقتي الناس تقول طب أنا ليه أعمل تحليل سكر ليه أعمل سكر تراكمي أنا لا أنا مريض سكر كده كده مش هينفعني العلاج الموضوع دوت غلط مريض السكر لازم يعمل كل ثلاث شهور السكر التراكمي بتاعه لازم يهتم بصحته إحنا كلنا لو سبنا نفسنا لحتى دور برد هيتمكن مننا وهيتحول لكحة مفيش حاجة مهما كانت بسيطة نهملها ونقول إيه هي هتحل نفسها لازم نهتم ونجي كل حاجة حجمها علشان المشاكل ما تبقاش كتير طب في آخر الحلقة خالص ولا بختم فكرين أقولك إن في حاجة تانية لا تقل أهمية إن لم تزيد عن السكر التراكمي بس أقولي لك في الأخ دي بتاعتي بقى يعني إيه جزور جزور الأسنان هو موضوع دوت أنا عايزة أوصله للناس أول حاجة يعني إيه جدر الأسنان ويعني إيه علاج الجزور أولاً هو لازم الناس تستعب إن كلها إن فيه متراضفات لنفس المعنى زي إيه زي تمويت العصب علاج الجزور حشو الجزور كل الحاجات دي كل الكلمات اللي فيها كلمة جزور هي متراضفات لبعضها حشو الجزور هي حشو العصب هما اللي اتنين حاجة واحدة لأن الناس بتيجي تقولي يعني إيه حشو الجزور يعني التسوس وصل للجدر فلما وصل للجدر عمل تحسس أو عمل حساسية في العصب فالعصب دوت عبارة عن إيه من الأول خالص عشان الناس تستوعب العصب عبارة عن أوعية دموية ومتوصل بيها خلايا حسية الأوعية الدموية والخلايا الحسية دي لما بيحصل فيها التهاب بيبقى فيه قلم شديد وممكن يوصل لإنه هو يجمع مية تحته يعمل التهاب يعمل كل أعراض الالتهاب تمام؟ المشكلة اللي بتحدث للمريض إن هو بيبقى عنده تسوس يسيبه التسوس دوت بيبقى نتيجة حموضة في الأسنان أو حمضية في الفم يوصل للعصب زي ما تحط حاجة حمضية على جلدك أكيد هتحس على طول بالتهاب يحصل التهاب في العصب فالعصب دوت ملوش حل غير إن إحنا نشيله نشيله يعني إيه؟ بعض الناس تقول بالبلدين موته إحنا كده 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 مش بنقول موته إحنا بنشيله وبنحشي مكانه فهو اسمه حشو للجدر الحشو دوت لازم بيبقى ليه خطوات ليه كل الناس عاملة من علاج الجذور هالة كبيرة قوي مخيفة بيخافوا منه يمكن أكتر من الزراعة يعني من كده ما أنا اتكلمت عن الزراعة الناس بقيت متفهمة على الموضوع ومستفسطة قوي يعني شايفاه بسيط لكن العلاج الجذور الناس بقيت كده أنا هاتموتيه يعني أنا همشي من غيره أيها وحدك ده وصل إلى مرحلة هو لازم لازم نشيله ونحط مكانه مادة بديلة أيها ما يمشي من غيره أيها ما يمشي من غيره الناس خلطة بقى بين عصب السنان وبين العصب الوجه يعني هيجرى لي إيه بعد ما شيل العصب بتاع السنان يعني أنا هحس بإيه؟ يعني أنا هبقى تعبان أكتر لا ده انت تعب هيتشال من عليك فينعرف كده بالراحة التسوس مثلا شكله إيه؟ أو إمتى التسوس بيكون كتير قوي التسوس لما بيكون كتير بيبقى أخد أكتر من سطح في السنة يعني واخد مثلا من فوق من الجنب اليمين من الجنب الشمال ممكن ياخد من برة من عند الخد من جوة من عند اللسان ده شكل تسوس وارد إن التسوس وفي حاجات أكتر كمان من كده إن الدرس بيبقى مفتح من كل الاتجاهات التسوس ده مثلا تسوس بسيط خالص ده يا دوبك واخد الفيشرز بتاعة الأسنان يعني الرسم اللي ربنا عامله جوه الدرس اللي هو بيؤدي إن إحنا نعرف ننضغ آه تجاويف الأسنان تجاويف الأسنان الدوات لو سبني هيحصل إيه؟ هيحصل إن ده مثلا شكل الحشو الأبيض أو الحشو الأسود أكيد الفرق ما بينهم واضح والفرق ما بينهم فعلا ملفت اللي عامل الحشو الأبيض واللي عامل الحشو البلاتين آه التسوس دوت أول حاجة بيبدأ إزاي؟ نجيب كده من الأول خالص عشان الناس تستوعب النقطة دي لإن النقطة دي الناس مش قادة تستوعبها إحنا عندنا الفم في حاجة اسمها P-H P-H يعني إيه؟ يعني نسبة معارض الحمضية معارض الحمضية في الزبط إحنا دوت بيبقى من صفر إلى أربعة عشر المفروض إنه إنته تكون سبعة نص بالزبط طب إنت لو أقل من سبعة حمضي أكتر من سبعة قلوي الوضع بقى اللي عند الناس الناس اللي عندهم يعني معدل تسوس عالي بيكون عندهم أقل من سبعة P-H أقل من سبعة فاللعاب حمضي فعملي يأكل في الأسنان حتى لو مكنتش إنت واكل حاجة حمضية أو حاجة مسكرة فبينتج عنه ويقول لك أنا والله بخسل سناني حضلك P-H بتاعك قليل دي حاجة زي واحد عرق كتير واحد عرق قليل دي حاجات اختلافات فردية دي بتاعت ربنا يعني مش إحنا مش بنحاول إن إحنا نغيرها إحنا بنحاول نعدل فيها شوية فيها مربط إيه بترفع بتغير برضو P-H مثلا إرتجاع المعدة بيرفع P-H بيرفع بالزبط كده فإحنا دلوقتي لو إست من سبعة ليه أربعة عشر الأسنان مش هتقوم سويسها بس معدل ترسيب الجيب بيبقى عالي جدا يعني لو إحنا مثلا طلع حداشر حداشر ده يعني إيه قربل لأربعة عشر يعني كمية الحموضة يعني الشخص ده هتلاقي ما عندوش ولا درس مساوس حتى عندو كمية جير ضخمة جدا ده عيبه إيه إن الجير بيعمل لأخلاخة في الأسنان وبيعمل التهبات في الأفا ده موضوع تيه نرجع ليه الأولاني طيب P-H أو الحمضية داخل فيها إيه أو نعمل فيها إيه علشان نهزم إحنا القصة دي أكل الحاجات المسكرة طبعا مش إحنا مجرد إيحمل لأكل حاجة مسكرة سنان بتساوس لأ بتاعت الحاجة المسكرة قعدت الحاجة المسكرة في الفم الجسم علشان يعادل السكر اللي انت كلته بيقعد ساعة على ما يرجع للP-H الطبيعي بتاعه أو للرقم سبعة طيب إنت عشان خلصت إنت الحاجة المسكرة وأخدت ساعة جت بعد الساعة دي شربت كوبايت شاي بسكر كتير أخدت ساعة كمان جت بليه قبل ما تنام كلت حاجة مسكرة ونمت معاك كذا ساعة بقى ليه لأن اللي عبي يقله وإحنا نايمين طيب نعمل إيه أول حاجة نقلل للحاجات المسكرة عايز تاكل مثلا حاجة مسكرة وخد كل مرة واحدة بلاش كل ساعة تدخل حاجة مسكرة دي أول موضوع تاني موضوع لو كلت حاجة مسكرة وعايز الP-H يعدل بسرعة بتاع البق كل حاجة فيها منتجات ألبان زي الزبادي زي الجبنة زي أي حاجة فيها معدل فيها منتجات ألبان بتساعد الP-H إن هو يرجع لرقم سبعة بسرعة ده حط عليه بقى إن إحنا ما بنخسرش أسناننا ما بنستخدمش الطريقة المثالية للتنظيف حوالين الأسنان إحنا دلوقتي وصلنا لحفرة كبيرة جواها بواقي أكل بواقي أكل دي هتحمض الحمضية دي هتوصل للعصب العصب ده هيحصل له التهاب الحل الأوحد هو إن إحنا نشيره ونحشي مكانه بمادة مقربة في التكوين والجسم بيتقبل وما بيرفضهاش طب الهاصل اللي داير في الدنيا كلها أنا كل ماعمل عليك جزور باجي بعد شهر ولا تنين بخلع الدرس دي فلوس على الأرض لا يا فندم هي مش فلوس على الأرض هي القصة كلها إيه؟ زي بتقولوا أنت كريت الفتلة من الفستان مثلا الفتلة اللي بتتكر أنت حضرتك مش مهتم وروحت للدكتور وإنت بتعيني من خراج فالقصة دي أنت ريح بأعراض خراج يعني إيه؟ العصب تحلل جمع الليكويفيكيشنز بتاعت العصب جوه في العظم ابتدأ يأكل في العظم نفسه ده الخراج ده الخراج روحت للدكتور دخل من خلال الدرس نظف العصب دخل لحد الخراج عمل حط مواد تعقيم قوية جدا عقمنا بمواد كيميائية عقمنا بليزر عقمنا بكل حاجة وقفلنا كويس جدا 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 دي حالة حالة تانية واحد روح بالتهاب عصب بس من غير خراج فاحنا عملنا نفس الخطوات ده مثلا واحد جاي أصلا السورة اللي على الشمال قادي الخراج عايزين ننظفه والعصب ليس موجود الخط ليس وده هو العصب نظفناه وصلناه للمرحلة اللي في اليمين طيب حضرتك متصور إن السكسس ريت لما تجيلي بخراج هيبقى نفس السكسس ريت من غير خراج مستحيل مستحيل ده غير ده دي اللي بتعمل مشكلة اللي بتعمل تاني مشكلة هو إن بص حاجة بقى سلام في الجنب اليمين بص الليون الأبيض اللي جوا القناة بص مقفل إزاي وواصل لحد الجدر آخر الجدر إزاي هو ده التقفيل الجيد لازم تقفل الطريق لازم تطهر القناة كويس جدا لازم تقفل كل المسارات الهوى ما ينفعش الهوى أو اللعاب يعدي جوا الجدر تاني جنب الحشوة وانس إن هو عادة بيحصل زي أسموزز بيتسحب لأكتر ده مثلا كيس الكيس دي في دلنا نسيب الالتهاب لحد لما وصل لسيست كبير جدا هنضطر إن إحنا نشيل السيست كبير ده بعملية طيب إحنا من الأول كان مفروض نعمل إيه؟ من الأول خالص نهتبني من وضافة سننا نروح للدكتور كل سنة وانس إن إحنا نحس بشوية التهاب أو وجع مع المسكر أو مع السائع أو مع السخن نجري على الدكتور قبل ما نوصل لمرحلة هتتعالي في كل أوضاع في كل أوضاع هنعالج بس الساكسيس ريت بيفرق لما حط لك حشوة تعيش معاك العمر كله غير ما حط حشوة هتقعد 3-4 سنين ده مثلا التهاب وصل إن هو عمل زي كيس تحت الدرس الكيس دوات مع الوقت بيتميلي صديد يدخل يبدأ بقى في الأعراض بتاعته الخراج يبدأ إيه؟ يبدأ إن فيه براشر في العظم يبدأ يفتح من برة مثلا بعين أو بعد ساية العين دي بتطلع إيه؟ بتقوز باس ليه؟ عشان يعمل ريليف طب حضرتك كنت فين تقولي الخطوات دي؟ يا إما ده متأثر قوي كده ليه؟ فكرة ده ده كل يوم لا أنا بخاف من الحاجات دي جدا هو القصة عشان إحنا الخوف ما هو أسفل بس بالراحة كده لكن صادمة والناس بتوصل لمرحلة دي كتير لا هو كلهم بيوصل لمرحلة دي يعني إلا القليل اللي بيجي يعالج في المرحلة اللي بادري بس المرحلة دي ممكن كمان ما يجيش ونوصل لمرحلة بقالي بعدها إن الخروج ده يفتح العظم ويعادي بمصار المصار دوات اسمه فيستلة بمصار المصار دوات بيوصل في الآخر إن هو يفضي في الليسة بالناس بسميها عتساية أو عين دي بتطلع صديت طيب كنا فين ده كله يا إما كان بياخد مصكنات ومضاد ضحية والأي وجع تاني في كسمه يا إما قوة احتماله عالية ووصلنا لهذه المرحلة يعني دي كلها مسارات الخراج أو احتمالات الخراج دية العين أو العتساية اللي كنت بتكلم عنها الناس بقى عادة بتيجي في المرحلة دي رواء أنا بدي عين لكن دي وراها كرسة طبعا عندكم مشكلة إنه الحاجة بتبقى وراها كرسة ومش بين صح؟ طبعا لأن دايما الواجع بيبقى خفيف وعلى مهلنا لما العين بيبقى جاي مش قادر أنام أنا وصلت لمرحلة ورم ده بيبقى الموضوع كبر بس القلم الأسنان مشكلته إنه هو بيجي لحظي وينتهي مش بيفضل يزن مثلا زي واجع الكلا زي واجع وتفر في الجسم لا يجي حاجة بسيطة كده فيفضل إنت مثلا السوق السائع فتبعد إنت عن السائع شوية المسكر فتبعد المسكر على الدرس ده تاكله على الجنب التاني لكن إنت لو حخدت بالك إن ده كله ألارم لمشكلة هتقدر إنه إنت بالزبط والموضوع كمان مش يعني ما عادش صعب زي زمان يعني دلوقتي معظم الدكاترة شغالين طول اليوم تقريبا معظم الدكاترة معادش موضوع زمان كنا نسمع الدكتور بروح من ستة لتسعة زمان دلوقتي ما أعتقدش الموضوع دوت موجود كتير بقى الأكتر إنه شغال وقت أطور فالموضوع ما بقاش صعب زي زمان إن انت تروح لدكتور في معاد معين بس الخسير بتبقى أكتر اللي إحنا بنتكلم فيه بقى الهاصل بتاع أعمل علاج جزور ليه لما كده كده هيطلع للخراج عشان خاطر قريبي عمل كده وأنا عملت كده وفي الآخر خلعت الدرس لا هو مش خلعت الدرس لسبب واحد خلعنيه أو حصل لأكتر المشكلة لأكتر من سبب أول سبب الكيس بادية من إيه بادية بخروب ولا باتنين ولا بإيه المرحلة اللي بادية منها إيه الدكتور اللي شغال بروفاشنال ولا لأ طهر القنوات كويس قوي ولا لأ عشان كده علاج الجزور بياخد وقت شوية لأن الدكتور اللي شغال بيقعد يخسل بأكتر من مادة كيميائية لحد لما الحاجة يعني العصب الجدري نفسه يبقى نظيف جدا ويجرب ويدخل فيه حاجات والحاجات دي بيختبرها بيدخل فيها زي حاجات بتنشف من جوة ويختبرها ويشوف القصة فيها إيه بعد ما يخلص ويحشي يتأكد إن ما فيش أي هوا داخل يتأكد إنه هو بيالسيلد قافل تمام ويصور كذا في المقشعة بعد كده ممكن جدا نحط مصمير المصمار ده المصمار بتاع الدرس غير مصمار العظم عشان الناس برضو بتلخبط تفتكر إن المصمار دي كلمة واحدة لا مصمار العظم اللي هو الزرعة مصمار اللي في الجدر اللي هو شكل المصمار ده اللي حين شايفينه ده أه المصمار ده بفود يدخل لحد النص أو تلتين الجدر علشان يعملوا تقوية لإن الناس أول ما تسمع كلمة هتعمل لها مصمار وضعامة تقولك إيه ده؟ لا بلاش الحصنيات ده يضعف الدرس أو يكسره يا فهم ده مصمار وضعامة ده دعامة دي حاجة بتقوي مش بتضعف ده أنا لازم أعمل الدعامة دي لو الدرس ده فاقد الوولز معظم الوولز اللي موجودة العيان لما بيوصل للمرحلة دي يعني دي لازم نقفل كويس جدا جدا ولازم يبقى تقول ما فيش أي مصارات هوا ويكون التسوس اللي فوق نفسه في الدرس متشال لازم يكون الوضع مستقر مقفل من كل حاجة لو دخل ميا أو لعاب يبقى إحنا كده رجعنا نقطة الصف إن الحمد أو اللعاب هيدخل بواقي الأكل هتعادي هيوصل لحد تحت هييتعفن هيعمل خرج يبقى إحنا ما عملاش حالة لازم نوصل للمرحلة دي فإحنا دلوقتي نظفنا كويس جدا وقفلنا كويس أو يحطنا مصمار وضعامة هو ده علاج الجزور يبقى علاج الجزور هو حشو الجزور هو تمويت العصب طيب إيه المخاطر بتاعته وإيه الفوايد بتاعته الفوايد إن ما عادش فيه وجع إن إحنا شلنا بقرة بكتيرية موجودة في المكان تؤدي إلى خرج بعد فترة دي المخاطر طيب إحنا دلوقتي لو عايزين نتكلم إحنا لو وصلنا للمرحلة دي إيه المرحلة المفروضة لها هل إحنا كده خلاص كل حاجة بقيت تمام لا إحنا الدرس ده فقد الحياة يعني ما عادش عنده نفس القوة بتاعت الدرس العادي فلازم يركب له تربوش فتيجي الناس تقول إيه طب ما خلاص الوجع راح مش عايز بقى ولا تربوش ولا عامل ولا عايز أي تعاملات كده كفاية هنتفاجأ بمشكلة إن حضرتك ممكن جدا وإنت بتاكل تلاقي الدرس طالع في إيدك مكسور ليه؟ لأن في حاجة اسمها ريسبونس الريسبونس ده يعني إحنا كلنا رد فعل أو استجاب الدرس ده لو ميت ما فيهوش ريسبتورز تستقبل الحدث باستقبل إن فيه حاجة نشفة فالدرس ممكن يتكسر وإنت مش حاسس لإنه ما فيش وجع طب الناس اللي درسها مش معمولة على الجزور إيه اللي بيحصل؟ إن أولا من أكل حاجة نشفة فيه ريسبتورز بتوصل العصب بيبعت إشارات للمخة على طول افتح بقك افتح العضلات دي كلها تفتح أول ما يفصل فكي افتح أول ما أنت تفتح خلاص بيروح ما بتكملش المضغاية اللي على الطوبة لكن وإنت عامل علاج جزور يعني العصب ميت ما فيش ريسبتورز فتفضل تتكمل على الطوبة لحد ما الطوبة تقطم الدرس فالرسبونس ده ما بقاش موجود فوارد جداً تاكل حاجة نشفة شوية تكسر الدرس وتخسره خارص تيجي ناس تقولك ده تكسر والله باكل بسكوتة لا هو مكسور هو مشروخ من قبل كده بس حدريتك تصوى وضفه مع أكلة البسكوت جاءت القشة التي قسمت ظهر الدرس بالزبط ظهر وبعدين الناس كتيجي تقولك ايه وانا بعمل مسلاً بلساني كده حاسس ان هو زي مكسور هو في حاجة بتلعم طب هو مجاش في البسكوتة هو أصلاً ما تكسر أول أول كان مستاني أكل بسكوتة هي ممكن يبقى مكسور انت مش حاسس لايه ما فيش ريسبونس خالص المخ المفروض الدرس يبعت إشارات المخ المخ يقوم خلي البق يفتح حتى دايماً تقولك ايه ويقوم فتح بقه مرة واحدة الريسبونس ده تلغى احنا بقى نعمل ايه علشان الريسبونس ده تلغى لازم نركب تربوش الناس متصورة أنا خلاص ما بقتش تعبان أنا مش متضايق طب ايه لازمت ان انا اعمل البروزيس دي كلها لا هي لازمتها بس مش هادش رح كل ده بقى لازمتها ان الريسبونس ده مش موجود فممكن اي حاجة نشفة او نص نشفة تكسر الدرس خسرناه هنضطر ان احنا نخلعها كنا خلعنا بقى من الاول ممشناش في كل الستابس دي فالصح ان احنا نعمل على الجزور يجي وراتها البوش على طول قبل ما نمشي بقى هقولك السكر التراكمي فاكرة اللي احنا قلناه في الاول السكر التراكمي كتير من الناس بتعتقد ان السكر التراكمي هو المقياس الوحيد والافضل هو من افضل مقايس للسكر بس هو مش افضل مقايس ليه؟ لانه في ناس بتقيس السكر الصبح مثلا او بالمهارة او في وقت ما تلاقيه متين وخمسين او تلتمية ده عالي في وقت ما بالليل تلاقيه خمسين الصبح تلاقيه متين وعشرين بالليل سبعين هم مش مصبطين هم مش مصبطين ده اسمه السكر التراكمي بالنسبة للناس دي هيطلع طبيعي هيطلع كويس جداً فيتهيق للدكتور ويتهيق للمريض انه ما فيش مشاكل خالص صح كده؟ وفي مشاكل كبيرة اللي هي بيسموها اللي هو التردد والتزبزب ما بين سكر عالي قوي وسكر منخفض ده يضر الكيلة جداً والشبكية جداً حاجتين يضروا بحتة ان السكر يرتفع قوي وبعدين ينخفض يرتفع وينخفض وهيديني في الآخر بعد ثلاث شهور سكر تراكمي في المتوسط الطبيعي فالأفضل ان احنا نعمل حاجة اسمها قياسات التلاتات نقيس كده بشكل ما كل فترة ولكن كل اسبوع ثلاث مرات في الاسبوع صبح وبعد فتر بساعتين وبالليل في وسط الليل ثلاث مرات شارت كده بنقوله وبنديه للناس اسمه القياس السلاسي القياس السلاسي قياس السلاسي ده اللي مدت واحد وعشرين يوم يعني تقريباً نقيس تسع مرات في ثلاثة أسابيع ثلاثة في ثلاثة تقريباً يعني او بشكل آخر فيه مدارس كتير في الحكاية لكن ده اسمه القياس الأنسب اذا كان جايلي سكر تراكمي طبيعي لازم اتأكد انه مفيش التغيرات في السكر up and down بالنسبة لليوم ايه يا دي الحكاية طب هو دي فعلاً حاجة صريفة جداً بس برضو لو عملنا السكر التراكمي بيبقى عندك انديكيتور احنا ممكن نشتغل ولا لا بس نعمله بقى أكتر علشان نتأكد ان الانديكيتور ده سليم ما بيطلعشو بينزل هو كمان اه اه الحد الثانية دي اللي هي القياسات السلاسية نعمل نورتيني اه ربنا يخليك يا دكتورة اه ربنا يخليك يا دكتورة اه ربنا يخليك خلي بالكم احنا عندنا حلقة من حلقاتنا او جزء من الحلقات هيكون البرينسبلز السيئات هيشغالين في الأساسيات صح كده؟ مضبوط مع ضيفات العزيزة نبدأ دائماً لأستاذ دكتورة إسراء السعيد التي تبدأ دائماً في الناس الحلوة خليكم مع المسأل هذا التكنولوجيا المتقدمة في جراحات الكبن اللي عنده بقرة سرطانية ماينفعش ياخده الدواء غير ما يمر من ستة شهور لسنة من معالجتها علاج شفائي كل مريض غير التاني وبالتاني عشان أحقق جراحات كبن مضبوطة لازم عارف هي الفصل الخامس ده حدوده في المزاق كل مريض لازم بتحسب له الحزب بتاعته ايه أنسب حاجة ليه؟ أنسب حاجة داخل فيها عامل كتيرة جداً من نوع الورم ومكانه وحجمه ودلات الأورام وسن المريض يعني عامل كتيرة قوي عشان أقدر أقول أحسن حاجة المريض ده تبقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر